اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج صباح نشير على قناة احنا تفي صباح الخير اينما كنتم ونبدأها مع حكمة اليوم ستدرك في مرحلة معينة من حياتك انك لا تكبر بمرور السنين فحسب بل بمعاركة الحياة ومخالطة الناس ببهجة اللقاء ووجع الفقد بلذة الانتصار ومرارة الهزيمة بضجيج الانتقاد وحلاوة التصفيق انجبتك امك مرة وستنجبك الايام مرارا مع عودة المدارس حبي اشارككم واطلع اغني تتوافق مع اجواء العودة الى مقاعد الدراسة طلعنا على صف جديد حلو مزين بالوردات من غني هاليوم شعيد نامو دفاتر حلوات اطلعنا على صف جديد حلو مزين بالوردات من غني هاليوم شعيد نامو دفاتر حلوات اطلعنا على صف جديد حلو مزين بالوردات من غني هاليوم شعيد نامو دفاتر حلوات محفظتي قلم وبراي مقلم تبتفتح صحاب محفظتي قلم وبراي مقلم تبتفتح صحاب شو حلوي وفيها محاي قلبها دا فاتر وكتاب اتلعنا على صف جديد حيل زي بالوردة من غنيها اليوم شعيد لا مدافع بالحلوة حابين تتعرفوا أكثر على هالأغني وتفاصيل ألحان أو كلمات وكمان أغاني رائعة في نفس الجعبة نستقبل معنا معلمة موسيقى بخبرة 36 سنة في مجال تعليم التربية الموسيقية تعددة الألقاب في التربية الموسيقية وأيضا مرشدة ومحاضرة معنا ألحان مارون أشقر شرفتين وأيضا منرحب ومنستقبل الأدي بيرانا أبو حنة أهلا بسهلا فيك وبيسعد صباحكم أهلا فيك يسعد صباحك وصباح المشاهدين شرفتونا أنا بلشت بمطلع أغنية اللي هي أغنية أدبية من جعبة أغاني أصدرتوها وأطلقتوها إلى النور مؤخرا مع افتتاح السنة الدراسية أنا حابة أعرف من وين بدأ هالعمل؟ منين بدأت الفكرة؟ إليك المنصة يا ألحان الأغنية هي من مجموعة أغاني كبيرة لجيل الطفولة لحياة الوالد مارون أشقر ترك حياة الوالد تسلمي كم هائل من الأغاني موروث فني كبير اللي أنا شخصيا يعني بقيم وبقدر قيمته الفنية عنده ما يقارب 300 أغنية عن أغاني لجيل الطفولة وهدول الأغاني هن بعد ما طلعوا للنور لأنه ما كانش فيه بالإمكان أنه يصدرهنه لظروف معينة وأهمها الظروف المادية لأنه برنامج عنها شكل مكلف كتير ميزانية ضخمة فأخذنا أنا ورنا أغاني ثلاث أغاني اللي هني ذكرتيهن ذكرت واحدة ووحدة اللي أنا على صف جديد في كمان فنتين الفراش وهدية جدي وأطلعناهن للنور في حل مميزة وحل خاصة اللي تواكب تقنيات العصر واحدة من الأهداف كانت تخليد ذكرى الوالد كمان استرجاع ألحانه طبعا اللي الأهداف التربوية شو تذكرين لنا رانا أولا كمان مرة صباح الخير المشروع أكتر من التربوي أنا شريكي لألحان في إحياء ذكرى وتراث المرحوم والدها الموسيقار الكبير مارون أشعر أنا عندي هكي هدف كتير كبير إنه كل واحد يطلع قصته الشخصية يطلع موروث الآباء أنا شخصيا أمت في شغلي من هالشكل وأنا أصدرت أيضا رسائل كان يبعثها والدي لوالدتي فأنا جدا مؤمنة جميل جدا رسائل حب كان يصدرها والدي لوالدتي من سنة السبعة وخمسين لسنة الواحد وستين فيه شيء مشترك يعني هنا فيه تخليد لأعمال حياة والدي طبعا فأنا مدركة لأهمية إحياء تراث انترك لنا من أهلينا كل واحد في محله كل واحد في دوره فطبعا الأبعاد التربوية في إصدار أغاني للأطفال وقصص للأطفال تفوق هذه الحلقة وواسعة والكل بعرف أهمية الأغنية للطفال أهمية الأصص للطفال أما أنه نطلع العمل في حل جديد يجمع بين أغنية وبين أصصى هذا كان الإشي الجديد وإحنا دائما نحن ندور على إبداعات جديدة سواء في الكتابي كأنا ككاتبي وكأديبي وسواء ألحان في عالم هالم الموسيقى دمشته موضوعين اللي هني مهمات لحياة الطفل الأدب والموسيقى خصوصا الأطفال اليوم لا تفهم بلغة الطلقين تستوعب أكثر وتخزن أكثر المعلومات عبر الألعاب عبر الألحان تجربة تجربة حسيية اللي بيعشوها والفنية بتمنى هذا المشروع يلاقي رواج خصوصا أنت ببداية الطريق وكمان يعود بالفائدة على أطفال مجتمعنا إن شاء الله إضافة أنه الفنون الفنون في كل أبوابها اللي هي تشمل عمليا التمثيل القصة الأدب الموسيقى الرقص كل أنواع الفنون هي يعني تسمو بروح الطفل وتسمو بروح الإنسان فكان هذا واحد من أهداف القصة إذا أنت بتحب ترسم وبتحبش أنك تعزف مش مشكلة إحنا بنلتقي في محل واحد في عالم الفنون ودائما بتذكر قول الرصافي إن رمت عيشا ناعما ورقيقة فسلك إليه من الفنوني طريقة واجعل حياتك مسرحا في الفن والتمثيلي والغنائي والموسيقى من جمعته أنت الثنتين بهالأعمال حابة أعرف شويهك عن أعمالك باختصار أولا أنا مش من عالم الأدب أنا عملت 35 سنة في إدارة بنك ماركنتيل في عالم الأعمال المصرفية بعيدي جدا إدارة الأعمال شتان ما بين الأعداد والكلمات أنا دخلت للأدب من باب ما كنت أوثر أني أفوت فيه أنا عندي ملكة الكتابة وحب اللغة العربية كل الوقت لكن بعد وفاة المرحوم زوجي سنة 98 أنا بدأت أسجل بخواطر صادقة أكتب بدم مش بالألم كل ما انتابني في هديك الفترة من وجع عشان هيك أنا أصدرت مرثية عمر أسميتها عندما يذبلوا الحبق أنا شبحته بهذا الحبق الأخضر اللي بنبط واللي بيموت في جيل صغير وبتضلب وذوره في الأرض لكنه ينبط ويتجدد من جديد الكتاب وللأسف عمل منحنة كبير في أدب الفجيعة والرثاء ووصل للقاهرة ودعيت بسبب هذا الكتاب إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في منصة رئيسية لأكثر من مرة لثلاث مرات عندما تكون المشاعر صادقة لأبعاد الحدود صحيح تصل إلى أبعاد السماوات والأرض الكرة أرضية الوجع الإنساني يصل لكل واحد مش مهم وين كان ومش مهم مين الشخص اللي أنت بتكتبه عنه كل واحد بمر بنفس التجربة هو يشعر في نفس الأحاسيس وبنفس المشاعر فهذا كان الكتاب الأول اللي عملني وللأسف أديبي بعدها دونت خواطر أو مش خواطر اللي التجربة أرملي شابة في المجتمع العربي تكتبين ما تعيشين طبعا وهل نكتب غير قصتنا كل واحد بكتب بس قصته صح والشاطر وهي هي مهنة الكتابة أنك تبلور الخاص للعام وأنك تنطلقي من التجربة الخاصة إلى الحيز العام وتحاكي كل الناس بعدما أنهيت عملي في البنك أنا أصدرت رسائل الحب من والدي لوالدتي لأنني أنا عندي اطلاع على أدب الرسائل وعلى ما تحوي هاي الرسائل من قيمة اجتماعية عاطفية اللي أيضا بتمس كل الناس والمؤرخين وجدوا فيها مادة كبيرة لكل ما كان في أيام الحكم العسكري بين سنوات السبعة وخمسين للوحد وستين أيضا في فترة الكورونا وبعد ما في عندي الأحفاد وكل تساؤلات الأحفاد عن الكورونا انطلقت العالم أدب الأطفال وكتبت قصة هاني في زمن الكورونا وأيضا تلعت في طريقة إلكترونية عشان لولاد موجودة في البيوت ولأت أصداء حلوة ومؤخرا هذا العمل قصة بني ثابت كنز يعني أنا هنا جعبة الألحان بسلام يا خيطة كيف تجيكي هكذا الأفكار الألحان النغمات كيف تستوحي اللحن عالم الموسيقى هو اللي بفوتك والعالم الفن هو اللي بفوتك بالألحان بالإقاعات بالنغمات يعني كتير مرات ملاذي لما بيكون الواحد إن كان في ظروف فرحة أو ظروف كما يعني ظروف مش مش كتير مريحة الملاذي الأول هو الموسيقى وأنا كعازفة بيانو يعني هذا هو محلي بروح لهذا المحل شو تقوسك هيك بتخوى عن الصبح أما بالليل شو التقوس لا تأليف الألحان ما فيش وقت معين يعني الإشي بيحاكي الروح بيحاكي النفس بيحاكي المشاعر بدون استئذان أنت بتروحي لهذه المحلات الموسيقى هي اللي بتناديكي هي اللي بتجذبك بتأخذك لهذه المحلات وإنت ومشاعرك يعني بتتصادقي مع الموسيقى في محل معين وبتصيري توأمان توأمان في الروح في النفس في المشاعر الموسيقى بيحكوها من يحملوا آلة لا يحمل سلاح تحارب العنف في مجتمعنا وكذلك القلم وكذلك القلم طبعا يعني أنا عشان هيك حكيت ثروة هنا احنا موجودة قبالنا حتينا شوي على الكوالي لتصوير الفيديو الحام الفيديو احنا المشروع كلياته هو ثلاثة أغاني مثل ما قلنا في البداية الفراشي هدية جدة والصف الجديد الفكرة هي بالأساس تلعت أنه كان في حلم للوالد أنه نطلع أغني للحيز للنور لكن مثل ما قلت الظروف المادية ما سمحت فضل هذا الحلم مراودني أنا شخصيا كبنته توجهت لرنة وحكيت لها عن المشروع أنه بدينا نساوي لكل أغنية كسة ولأ المشروع استحسان يعني كفتك شو بتقولوا لبعض أول شيء تعرف المشاهدين رأى الحاد ورنة احنا ثلفات ثلفات حلوة العلاقات هيك يعني في القلق على مصلحة ومشاعر الغير الموجودة بين السلفات بديش أحكيها أنا مش موجودة بشكل عام خليها نكون شوي عنا نظرة بيضاء خيرة إيجابية بس أنا شفت أنها هي بتحبك كثير وحابة أنها هي كانت تنطلق بلشاعرك وانتجاه والدك وتنجحي وساهمت معك بهالنجاح ما في الغيرة في الاجتماع من أجل النجاح من أجل أني أنا أرضي لناس اللي بحبها لما في محبة فيش محل الغير أكيد بالضبط بالضبط إحنا علاقتنا لقبل يعني أكتر من تلاتين سنة طبعا وهي كانت علاقة شبه يومية يعني نصح التعبير إذا كان مش مع ألحان مع زوج ألحان اللي هو الأب الثاني لأولادي بكل ما تحمله الكلمة من معنى وما في أجمل ولعلها رسالة بوصلها لكل المشاهدين والمستمعين أنه نربي أولادنا أنه العم هو أب هذا إشي مش موجود اليوم لكن أولادهم حرموا أيضا والدهم وهن في جيل صغير فكان ل لاقى العوض بالحنان طبعا لزوج ألحان كل العوض والعوض هو محبة كبيرة كبيرة يعني الأولاد هن ما بنقصن بلا مقاقز اليوم أولاد اليوم مديات الأمحات تشتغل العطف لكنه عطف وحنان وإذا يعني إحنا منفتخر في عيلي اللي عن جد في عنا محبة وبدعي الجميع للمحافظة على أواصر المحبة لأنها أهم ما نملك حلوة الرسالة تصل لمشاهدين وبتمنى يكون في عمل خاص للعلاقة الحلوة هاي المسجد العم المسجد الجد العم بلشت بالجد ليه اخترته الجد ها نحن نحكي على العمل الثاني كمان الحان ليه اخترنا الجد أجا بدل ما بقوله يعني أجا الدور أخدنا الأغنية بشكل تلقائي في البداية أما يعني ما فكرناش إنه ليش اخترنا الأغنية هاي بالذات ويمكن كمان باللاواعي إنه الجد هو حياة الوالد هو جد لكل الأحفاد جد لكل الأحفاد جد لهالجيل الصاعد الصغير الاحتواء المحبة العطاء مثل ما إسا كنت تعكي فلا شعوريا يمكن أجا الانتقاء على الجد وإحنا هكي لي مطلع هيا هذا ساعدني جدا في مطلع القصة ما كان في عندي تردد كيف بدي أبدأ القصة اللي بدي أكتبها عن هدية جدي فأنا أخذت قسم ابن ألحان هو قسم موسيقي أيضا شلي شادي شادي وأنا بديت نوري لأنك فيروز لشادي طبعا وأنا بديت جد شادي موسيقار وهي الحقيقة أنه جد شادي موسيقار يتقن العزفة على القيتار ينفخ في البوق والمزمار يضبط الإيقاع والأوتار يقود جوقة الصغار ويلحن الكلمات والأشعار على القافي الولاد كثير تجد به القافي والألحان يعني هنا كتاب أدبية عن ذكاء ودراسة كيف ممكن أصل لعالم الطفل صحيح أنا كتير حتيت قدامي هدف أنه كمان في عندي غيري كبير على اللغة العربية وعلى عدم معرفة الأطفال في هاي اللغة العربية كلمة موسيقار حتى بتخلي الطفل يسأل أمه أو أبوه ما معنى موسيقار ما معنى موسيقار والحن أعطتني بعض الأشياء اللي ممكن تساعدني في الكتابة واللي هي من منطلق دورها كمعلمة موسيقى بدهاياها يعني طلبت مني دخلي أسماء موسيقاري يعني يعرفوا الأولاد 80 عالمين تهيين الأسماء دخلي أدوات موسيقية خلي الأولاد تعرف أنه الموسيقى هي مثلا مش بس بيانو مثلا ولا بس جيتار ولا بس عود يكون في إثراء في الموضوع يعني يكون في إثراء ويعطي للمعلم كمان أو للحاضن يعني في كرة الكزة مفتاح لها أبواب وهي تكون كمان خلاقة مع الأولاد مش محدودية خلصا أطفالنا اليوم مش محدودية الفكر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت أعطتهم انفتاح على كل هذا العالم فإحنا نازم نساهم في دفع هذا الانفتاح أكثر مش نرجع لوار ببساطة الأمور أكيد صحيح أزيد شغلي كمان أنه الكوصة هي مستوحة من كلمات الأغنية من ما بين السطور اللي أخذتها وي طورتها مثل ما قلت أنه الموسيقار أسماء أغاني أسماء آلات موسيقية موسيقيين مثلا البيانو حتى كمان في اللغة العربية البيان مش بيانو أنه هاي الكلمات الدخيلة أنه نتعرف على اللغة كلغة فحاولت أني أفتح أفاق الطفل لكل هاي الأشياء واليوم لولادة بتتعلم عن طريق الأسئلة وعن طريق الأهل المبدعين اللي ممكن يدخلو لهم من تحت معلومات السطور من ما بين السطور نشوف الوالد هون على الصور الشاشة نعم مرون الراحل مرون أشقر رحمه الله أكيد هو مبسوط من السماء بتطلع على الأعمال يعني هو كان مرافقني في كل المشروع يعني أشعر غياء حضوره معاي بشكل قوي إنه أنا ماسكي الأماني وعن بطورها وهالعرفق هالنعول شو بدك تحكي طبعا إشي أنا عندي محل المؤكد يعني الإنفعال اللي فيه الحان لأنه كان عندي نفس الإحساس في موضوع الرسائل وأنا أقرأ الرسائل وأنا أحرر هاي الرسائل وأنا شاعري إنه والدي هيكي فخور في هذا الإشي وفي هيكي خلينا نقول ابتسامة الرضا والسرور وكأنهن آبائنا بقلولنا شكرا شكرا لكم خلتوا قصمنا تخليد القصم تخليد الذكر تخليد القصم والإبداع هو الخلود والكتابة والموسيقى هي فيها عن جد خلود لأنه اللحن لا يموت الكلمة لا تموت لا تموت صحيح فإلها السحر خاص بيظل مرافق صحيح وهي أنت كمان تأثرت ازدهار طبعا أنا لك لهذا المحل لكن أنا الأب والعائلة بتعنيه لكثير يعني أصدق ما يمكن في العالم وإذا فرقناه يمكن الحياة شوي بتكون خالية ولا يتم تعويضهم الأهل صعب تعويضهم الأم والأمر فأنا شاعر بكل كلمة أنت بتحكيها صحيح وبتمنى هيك تظلك بيب خير وظلك تنتجي وأبوك كمان من السماء يكون مفتخر فيك أكيد يعني أنا بشعر أني أنا استمرارية لفنه لعطائه اللي أعطاه بالذات لبلده الناصري لأنه الناصري هي وطن بالنسبة له اللي صب كل أعماله وكل موروثه الفن لهذا الوطن كان يعني الناصري لها مكانة خاصة في وجدانه في قلبه في أحسيسه في أعماله كل الفن اللي أعطاه وقدموه للناصري وأكيد الكل بتذكره موجود بناتنا أنا المظبوطة قاعدة هنا وإنفعالي وذاكرتي بتأخذني لمحل تاني بتأخذني لسكتش بنت الناصري اللي تصور في هون في محل الستوديو وين إحنا إسا عم نصور قبل قبل 30-40 سنة هو في سنة الاربع وستين عمل ثلاث سكتشات مغنات الناصري الأولى كانت بنت الناصري في سنة الاربع وستين في سنة السبعة وستين أفراح الناصري في سنة السبعين عين العدرة هي عين العدرة أنا اللي واعيتها سنة السبعين دلاشي فكروا المشاهدين إنه إحنا كتير كبار لا شباب صبايا في مركز الأحداث في مركز الحروم أنا عمال العرض عرضت على مدار جمعتين كان العرض يعني مضمون متأسفة مضمون السكتشات هي بتحاكي عن الناصري ومكانة الناصري وإنتي ما قدل الناصري وإحياء الموروث التراث الفني من الاندثار والمحافظة عليه يعني الأعمال ها يتلعط للنور إن شاء الله بتظلها موجودة إن شاء الله وكل جيل يظلوا مطلع على الأشياء الموجودة كمان يتمسك ويحييها نعم أكيد وفيه كمان بدأ أزيد كمان شغلة إنه هو اشتغل مدة 42 عام في المدارس ما بين الناصري ويافت الناصري بهذه الفترة كمان يعني ما كانش فيه موارد تعليمية اللي يقدر المعلم بالذات معلم الموسيقى يمول هاي العمال فلأجل هاي الحاجة الملحة كتب أغاني قرابة 300 أغنية للمدارس اللي اليوم حتى يدعم الطلاب ويدعم المعلمين ويدعم كل المؤسسة التعليمية اللي مردودها إجابي للطالب حضرتك ماشي وانا ماشي عليها وانتقاءنا لهدول الأغاني لأنه لحن وكتب من كل الفئات العمرية من جيل الطفولة لحديت لسكيتشات المسرحيات الغنائية أخذنا انتقينا هدولة الثلاث أغاني واللي عملنا كل ثلاث أغاني اللي هن حقيبة تربوية خاصة بس بحب أعرف المشاهدين كيف ممكن يحوزوا على هاي الحقيبة وهاي الأغاني كيف ممكن يصلوا لها كيف بتصوقوا للعمل كمان إحنا موجودين اليوم في الفيسبوك في أثم رنا أبو حنى أو ألحان أشقر حلو هوايا أنه يلقونا ويوصلوا لنا تليفوناتنا هناك في في المسنجر الاتصال موجود شو بتتضمن الحقيبة الحقيبة بتتضمن سرب قصة عمليا للطلاب مباشر مع الأغني بالفيديو الأغني بالفيديو مع فعالية موسيقية كاملة اللي الولاد بمسكوا الأدوات بتعلموا الإيقاعات يكون فيه للولد تجربة موسيقية حسية عبر فيديو وسجا مش بس عبر فيديو الحقيبة هي القصة سرد القصة بتسردها يعني أنا وألحان عمليا منفوت على الصف في قبل الولاد هي تسرد الفعالية والأغنية منفرجين يا فيديو كمان مع تعليم يعني تعليم مباشر مع آلة الموسيقية لبيانو وغناء ومع الأغنية بس تخلاص نعمل فعالية إقاعية فعالية مش بس إقاعية فعالية موسيقية اللي الولد بيجرب وبيكون بالتقاء مباشر مع الموسيقى مع الإقاعات مع الألحان مع عالم الإحساس كلياته من خلال ألعاب وتمارين إقاعية غنائية فنية من بعدها بيكون في فعالية فنية اللي الطفل كمان بيطلع من بعد ما يكون بالورشة بمنتوج فني اللي هو خاص فيه اللي من من الفعالية نفسها ومنقدم لكل ولاد بوستر اللي مكتوب فيه القصة كل الكصة نصها وأغنية مكتوبة بالنوتا كمان لأنه في كتير أولاد بتتعلم اليوم في واعي كتير كبير للموسيقى وبتعلموا على آله حلوة ومنشور جدا ألوانه حلوة وجذابة طفولية صحيح بالأر كود للعمل في اليوتيوب بنقوله لليوتيوب ممكن هالبار كود يخذه على اليوتيوب وشوف في الفيديوهات مع الأم مع أفراد العائلة وكمان العمل متاح في الفيديو متاح في لغة الإشارة اللي عملتها نداء أبو آمن طبعا يعني كمان هذا بأخذنا لمحل إنساني أعلى وهذا بأكد أنه الهدف هو مش تجاري إحنا في عنا هدف ورسالة تربوية فنية رسالة إنسانية وتربوية فنية تأخذ الطفل لعالم الفنون والأدب والموسيقى والغناء لأنه بدون هذا العالم الطفل بيكون عنده فراغ داخلي في نقص معين في نقص فراغ داخلي وبطوره كمان أكيد الموسيقى هي بتطور الشخصية بتسكل الشخصية لغة الشعوب كمان الموسيقى إلها السحر خاص اللي بتحاكي كل فرد اللي منقدرش إحنا نوصله بطريقة التواصل الكلامي أنا حبي أسمع أخيرا شركاء العمل من ساعتكو من كان معكو لأبعد الحدود بداية موفقة كانت أنا كمعلمة لغة عربية كمان وكمعلمة في المدارس أجد أنه في شح في هاي الأعمال وهاي المنتجات حتى نساعد أطفالنا إن هني تقربوا العالم العلم التربية الأخلاق كمان والإنسانية فأنا حبي أسمع أساعتكو كمان بالعمل العمل تنطلع بهاي الحل الجديد والمميز أكيد إحنا توجهنا لموسيقيين توجهنا للموسيقي كارم مطر والموزع الموسيقي ووزع العمل من ناح الأغنيتين الجدي والفراشي وتوجهنا كمان للموسيقي الموسيقي مرون أشكره الحفيد كمان عائلة فنية ووزع أغنية الصف الجديد والتصوير كان لكارم المطار وعمل إخراج ومنتاج وكل هاي الأمور الأطفال اللي شاركونا في الفيديوهات هني أطفال من العيلة وتوجهنا كمان لعائلات الأصدقاء اللي يرحبوا بالفكرة وكانت حلو لما يكبروا رح ينبسطوا يشوفوا حانين بهيك عمل أكيد وتصورت الفيديوهات كمان في محلات مثلا أغنية جدي في بيت الجدي عندها فوزي عازر كمان تخليد للبيوت القديمة بيت المرحوم فوزي عازر اللي هو جدي أبو أمي في سوق الناصر القديم فكان كتير حلو أنه هدية جدي في معيار معايير عميقة أنتوا استعملتم جميع الاستمارية كمان أنه يتعرف الأولاد على الأحياء القديمة على الحضاء العمرات والشوارع المعمارية في الناصر وفيديو الصف الجديد سجلنا في صف في مدرسة راهبات المخلص والفراشة الفراشة كمان في كمان في أماكن اللي هي تلائم موضوع موضوع الأغلي الحدائق في حدائق كل حلو نهاية أنا أريد أن أختمها بس للمشاهد يعني الأهداف كل قادمة أهدافنا القادمة إذا نحكي على أهداف مشتركة كلنا أمل أنه نقدر نقوم عمليا بتحرير بدي أستعمل كلمة بتحرير مجموعة جديدة من الأغاني زي ما حكت ألحان لأنه الموروث كتير كبير لكن أنا ما بحب الإعادة علي أني أبدع وهقوم في حل جديدة من الكتاب اللي تلائم الأغاني ما يكونيش كوبي بيست عملي طبعا لا أشكر في فكرة جديدة اللي أنا وياها منفكر فيها أنا شايفي نفس الرؤية لا بالكلمة ولا بالتصوير ولا بالإخراج للعمل إيش جديد فكري لازم نفكر في إيش جديد وإن شاء الله أنه نقدر لأ قدام لما نحرر عمليا أغاني أكتر أنه نقوم بعمل مسرحي هذا أنا يعني هيك المسرح بحكيه لي كتير وبحس هذا العلاقة المباشرة بين الموسيقى والأدب والمسرح شكرا لك شكرا لجميع المشاهدين ومندخل لحكمة اليوم من يحاول أن يخسرك ساعده لا تكن عوضا عن مفقود ولا بديلا عن غائب ولا تكملت عدد لأحده ولا تعطي كلك لمن لا يعطيك بعضه فالبخل أحيانا لا يسلبك الكرم بل يمنحك الكرامة ومن حكمة اليوم ندخل لفتنة الثانية أهلا وسهلا فيك هبا عاصلة ممرضة دخلت عالم الأعمال والتسويق صح خبريني أكثر ليه تركت عالم الطمري مش تركتي أضفتي لعالم الطمري أضفت أنك تفت على مجال التسويق والأعمال زوجي صار له 12 سنة كمان عنده هو رجل الأعمال مجالات ثانية مش بهذا مش مجال الاستيراد والتصدير كان كل الوقت يشوف فيه أنه أنا المرة الناجحة اللي أنا عندي راس ومش مستغل ولازم تعملي إشي لإليك شو كنت تتحكيله دايما؟ بعدين من أجل صح كنت أقوله مش إسا كمان شوي مش إسا كمان شوي بعد في وقت فقبل شي سنة حكالي أنه يلا ساوي إشي يعملي إشي شو الخطوة اللي أعملت فيها الأولى؟ صراحة بلاشت تعليم أنا كنت حابة أنا بحب السفر بحب أني أشارك بحب شغلات جديدي فبلشت بالأول قلت بدي أتعلم بدي أتعلم مجال الاستيراد والتصدير بصيرش أبلش من ولا إشي توجهت لها معوف هناك دخلت دورة إقامة يزوم عيسك بعدين دخلت بعديها كمان استيراد للمبتدئين استيراد تصدير للمتقدمين عملت كمان دورة إنجليزي عسكيت دورة أعمال صح نحن نحاول نحكي شوية مصطلحة باللغة العربية نقرب أكثر المصطلحات للمشاهدين يعني تعلمت أكثر دورات تثريكي في عالم الأعمال حتى تدخلي وانت بإجر واثقة صح يحمي بالمئة خلصت الدورات واليوم انت رحت على عالم المنتجات كيف اخترت منتجات عندي على الطاولة كمان شوي احنا بنحكي عنها ليه اخترت هاي المنتجات وليه اخترت هاي الشركة بالذات هاي الشركة أنا اشتركت بكانتون فير هذا معرض بصير بشينزين بالصين مرتين بالسنة بشهر أربعة بشهر عشرة لأجل الكورونا فكان لايف يعني تشترك فيه وتفوت بتحضريه بالزوم كان مجرد هو عشرة أيام بشهر أربعة فأنا كنت من خلال الشغل أفوت على الزوم وأنا بالمشميرة وأحذر هاي الشركة عجبني لما كانوا مصفتين هيك المنتجات مرتبينها عجبني لفت نظر المنتجات اللي عندهم توصلت مع المسوقة هناك المسؤولة توصلت معها حكت لي أنه إذا أنت بتدور على إشي رخيص فإحنا مش العنوان لأنه إسرائيل هني ميأخذين فكرة عني أنه إحنا بدنا الشغلات اللي أكثر رخيصة فحكت لها أنا بهمني الجودي أعطتني أنه هي عم بتصدر لها 36 دولي أوروبي كندا، أستروليا، نوزيلندا، اليابان، كوريا وأنه هني الدول هون هاي بهمها الأكثر الجودي شو طبيعة المنتجات لها الشركة بالذات؟ شو اسمها الشركة؟ تجملية تجملية أغرب منزلية بيتية اللي هي عن جد بقولولها هي زي كيف حكت لي أنه إلها قوالب خاصة لإلهم جودي عالي شغلات كهربائية مثل كان في تدفي أو تبريد وشغلات تجملية شغلات تعمل التعقيم لأهني أخذ من الكورونا في عندهم كثير منتجات اللي هي بتعمل التعقيم تعقيم للخزائن، للملابس نحن بحاجة لهيك كثير منتجات في منتجات اثنين هي على الطريق أنا سكرت عليها قبل يومين الليلها خاصة بالتعقيم صح نحكي لمشاهدين نستنوا استنوا في منتج اللي هو مش موجود عنا هون حتى مش موجود يعني أحنا عملنا فحص للسوق هذا المنتج اللي أنا حكيت ماهين عشانه مش موجود عنا بتاتا المنتج الثاني فيه منه لأنه مستعمله أكثر إشي بالشتوية فرح يكون كمان كمية منه اللي بدي أذكر إنه هاي الشركة أنا أخدت لإلها استيراد حصري يعني أنا مضت معهن لخمس سنين إسمها بس ذكرينا الشركة فوشان شينزين سيتي صينية هاي اللي صح 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 بس جدا جدا المنتجات اللي عندهن بجودة عالي وأنا لاحظت إنه الزباين الحمد لله إحنا صارنا أسبوعين يعني حاليا إحنا عم نسوي لمحلات بتبيع أدوات كهربائية في مثلا شركة أمباريا بعين جداد دبوري أم الفحم هو أخذ ورحي يعني الشرك الكبيري صح أنا عم بشتلع هذا الخط أنا بدي أفوت للشرك الكبيري بلشت بالمستوى الرفيع مش بالأقل حتى تضلك بهالمستوى بالضبط بتآمن بهذه النظرية بآمن فيها لإنه أنا هدفي من وراء كل هذا الشغل أنا بديش بس الربح أنا بدي أعمل اسم فكس سونيك اللي هو يكون زي ما بقوله علامي خاصة علامي خاصة لنا أنا ننتقل للمنتجات عنا على الطاولة ثلاث منتجات المنتج الأول هنا الكبير بلونه البيض شكل كثير حلو كثير حلو شو هدفه لهالمنتج هذا المنتج اللي هو قاتل للهساس لكل الحشرات الطائرة نستعمله إحنا بالبيت بكفي لحد خمسين متر مربع هذا إذا أنت مواحدة هذا السيليكون يعني بقع ما بنكسر مش قابل للكسر لا كبسي وحدي أنت بتشغليه هنا في كابل يو اس بي اللي هو أنت بتحطيه بالكهرباء لازم يكون مشغل الكهرباء بيشتغل على الطاقة الفق بنفسجية على طاقة الجذب عيار ما كل الحشرات كانت موجودة هون هون هو بقتلها تصل هون فيه هنا زي جرور كمان على الشاشة وموجود بيعطي إضاءة بيعطي إضاءة نفسي الكبسي بيعطي ثلاث درجات إضاءة هذا الإشي عملوه بهذا القالب الخاص زي ما هي حكتلي بباكتلي لائم لغرف الأطفال ملائم لغرف الأطفال لأنه برضه غرف الأطفال بديك إضاءة فممكن تستعمليه وحتى هني شبهوه أنه زي إشي تكمل للبيت إشي مكامل يعني هنا فيه عندنا ممكن أول شي ما ظهروا حلو إضاءة وقاتل للبعوض والهسس كل الحشرات ممكن يمكن حط بالغرف بالغرف بالبيت فيه ناس حططو بالسالون فيه ناس حططو بالممر بالبيت مش بس بالغرف بس هذا ما بيشتغل بريت البيت وأسعار معقولي أسعار معقولي كمان المنتج هات بيشتغل نفس الشي على الطاقة الفقبة نفس الشي نفس الشغل بعمال بمدل 50 متر مربع بس هذا ما فيه إضاءة لأجل هيك هذا كان سعره أغلى لي أنه هذا ما فيه إضاءة هذا بيشتغل نفس الشغل بس بيشتغل جوا وبرية البيت هذا كان أنا خطط هذا المنتج لأنه بيشتغل جوا برى البيت حديقة معينة بالحديقة بالبرندة فيه ناس حططوا على البرندة وحكولي أنه كان جدا فعال وحتى أنه نشاركوني بستوريهات وفيديوهات وكان يبعثولي حالا حالا والمنتج الزغير هذا المنتج الزغير صح لأنه اليوم الناس بتعرف الرول اللي بنجيبه من تركيا اللي هو لزقه حد بعمي يعني موجود هون كمان موجود كثير أنا لما فحصت هذا لما هي شجعتني أني أنا أخذه حكت لي أنا عملت فحص للسوق شفت أنه فيه بشرك ثنتين عنا هون بالبلاد فيش حاجة أنا أذكر أسمين موجودات شرك ثنتين عندهم إشي شبيه لإله بيبيعوا نفس المنتج بس عندهم أنا لما فكرت هذا المنتج لتتخلصوا من الوبر على الملامس إن كان جاكيتات بناطيل كل أنواع الأقمشي الوبر اللي مثلا منعاني من الكنبيات يعني في صبايا كثير كانوا صوروه الكنابيات ساعة للي برب الحيوانات قالوا فيه بالبيت مثل الكلاب مثل إطط فيه كانوا يصورو لي إنه حتى الشعر طبع الإطط إحنا طلعناه بهذا المخشير صوروه الكنابيات فيه حجم أكبر لا لا حجم ستاندرد هذا الحجم بس الموجود بس هذا بتعبيه أنت بكهرباء مدة ساعتين بيشتغل بشكل مستمر لساعة ونص الموجود عنا اليوم بالسوق بتعبى بالكهرباء بخمس ساعات ليشتغل خمسين دقيقة وبسعر على الأقل فيه فرقية بين هذا السعر والسعر اللي موجود اللي عنا اليوم اللي ببرسه فرقية مليحة فرقية مليحة فيه 60-70 شاكل موجود بقدروا يفحصوا لأنه أنا فحصته وهذا الأساس أنا جبته وسعرته كيف اخترت هالمنتجات ليه يعني لما أنت بلشت أخي عدت هيك بينك بن نفسك متحير صح الشركة هاي فيه كان عندها حوالي 15 منتج أعطتني اسم الوكيلة إيهني بكندا بأستراليا بنيوزيلندا توصلت معهن فتت على المواقع اللي هني بيبيعوا فيها أونلاين وحكيت معهن فأنا حكيت معهن وأنه أنا بدي أخذ من هاي الشركة لعينة الإسرائيل بدي أشوف بأش أبلش أي منتجات بدي أبلش فيها كانت الأراء لهذه الثلاث منتجات حكولي أنه هني بلشوا بهذه الثلاث منتجات وشايفين أنه في عندنا مبيعاتي منيح والناس في إقبال وزي ما بقولوا أنا بلشت معي هنا بهاي ثلاث منتجات بس خلال فترة أصيري أقل من شهر صرت في منتجات اثنين هني على الطريق اللي هني خلال 45 يوم بتكون وصلة راضي عن نفسك في هالمجال حاليا كبداي أكيد جدا أنا مبسوطة هذا المجال أنا كثير بحبه يعني كان لازم من زمان ترد على جوزك من زمان هو الداعم الأساسي كمان حماي كان يحكي كثير لجوزي أنه هي بتغذاره عندها أنا أحكي له خايفي شوي وهنا فيه أنا هيك مشكلتنا بنتردد دائما ننقل من محل لمحل من مكان لمكان بس لما بنتجرأ وإنت خطواتك كانت مدروسة تعلمت دورات ما فت من عبث كمان حتى اختيار المنتجات كان مدروس طبعا الخطوة القادمة الخطوة القادمة أنا بدي فكس سونيك تكبر بدي منتجاتي يكون فيه أكثر وبيدي أشتغل على زي ما بقوله الخط الرفيع كيف أنت حكيتي إسا أنا بدي أبلش من الشركات الكبيرة بدي أصل لهاي المرحلة وسألت أنا بعد ترحالة بالبلاد وإنش بالزبط يالتوش يعني فيكس سونيك اللي أنا بجيبش غير بس منتجات اللي أنا استعملتها بالبيت أخدت عليها الموافقات من السلطات اللي لازم بعد ما هنفحصوها وهيك أنا عملت اللي الطلب حسابها أنا مبسوط أن كنت معنا اليوم في الحلقة السريعة وأنا إليك شكرا إليك وبتمنى لك كل التوفيق وأنا شايفي حسب الحماس الموجودة فيها وحسب الدكاء التخطيطي رح تصل الأبعاد لحدود إن شاء الله إن شاء الله أنا بتذكر اسمحيلي بس أشكر زوجي عمي كل الناس اللي وقفت معي لأنه عن جد كل الوقت أنا أحكي لهم خايفي خايفي لا فيش إشي تخسري كان يحكي لي أنه فيش إشي تخسري على الأقل منقول أنك جربتك كسبتك شرف المحاولة صح صح شكرا إليك وبتمنى لك كل شيء مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لها اليوم نهارك وسعيد ولا تنسوا تعملوننا شير موسيقى موسيقى موسيقى